كأنه ربيع عربي جديد ولد متأخرا في الجزائر ليقول للرجل الثمانيني لا لولاية جديدة بركان شعبي لم تشهد البلاد منذ الاستقلال يقلب الموازين والحسابات عقب خروج عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة كما في مدن أخرى أبرزها وهران وستيف وتيزوز والبويرا وقسنطينا مع ترديد هتاف الشعب يريد إسقاط النظام شعب يريد إسقاط النظام شعب يريد إسقاط النظام شعبية بطبيعتها دون قيادة تحركها ضمت جهات فئوية من أكاديميين وحرافيين وكأنها تستبق الموعد النهائي لتقديم طلبات المترشحين للرئاسة في الثالث من آذار الجاري في محاولة لثني بوتفليقة عن ترشحه وتجنيب البلاد الدخول في أزمة شاملة صناع القرار في البلاد لم يأخذوا بعين الاعتبار الزخم الشعبي مدير حملة بوتفليقة الانتخابية عبد المالك سلال أكد مجددا ترشيح بوتفليقة وسيقدم ملفه يوم 3 مارس المقبل بإذن الله وردت السلطات على المحتجين بالقمع المفرط حيث أصيب العديد من الجرحى في رؤوسهم جراء التصدي لهم بهراوات وعمدت الشرطة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين كانوا على مقربة من القصر الرئاسي ولم تجد السلطة تبريرا لعنفها ضد المتظاهرين إلا بوصفهم بالمخربين والمعتدين على الأملاك العامة محذرة مما سمته زعزعة استقرار البلاد وفتح الطريق لتدخل الدول الخارجية المؤسسة العسكرية وباعتبارها الحاكم الفعلي كما يقول مراقبون أكدت تمسكها بمشروع ترشح بوتفليقة وذلك ما جاء على لسان قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح بارقة الأمل الوحيدة لدى المتظاهرين هي تمكنهم من إرباك أحزاب الموالاء الداعمة لبوتفليقة والتي دخلت في مرحلة أقرب إلى الانهيار الداخلي بسبب موجة الاستقالات في كوادرها حيث أعلن أكثر من 500 عضو من كوادر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم استقالتهم بسبب ما اعتبروه إصرار قيادة الحزب على الاستمرار بالمغامرة بالبلاد ووضع الحزب في صدام مع الخيار الشعبي الرافض لترشح بوتفليقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر